نرحب بكم في قناة بضرة قناة الزراعة والنباتات عندما نشرت الفيديو السابق والذي تعرفنا من خلالها على كيفية عمل مبيدات طبيعية ضد المن وغيرها من الآفات التي تصيب نباتاتنا وعدتكم بفيديو حول الشيبة أو الشويلاء وطريقة عمل مبيد طبيعي من هذا النبات العطري الأكثر من رائع والذي يسمى أيضا الشويلاء وشيح ابن سينة فتابع الفيديو حتى النهاية لنرى ثلاثة خلطات جد فعالة ضد المن والديدان وغيرها من الآفات مباشرة نبدأ في الخلطة الأولى وهي فعالة ضد حشرات المن والتي تصيب نباتاتنا المنزلية فتمتص العصارة وتؤدي لموت النبات فنصيحتي لكم أولا هي مراقبة النباتات بشكل يومي وتفحص أسفل الأوراق وهي المكان المفضل لاجتماع المن لأن الاكتشاف المبكر سيمكننا من القضاء عليها والتخلص منها بسهولة وبشكل سريع هذه الوصفة فعالة أيضا ضد البزاقات وديدان الثمار وفراشة الكرنب بكل سهولة نأخذ 300 جرام من أوراق الشيبة نقطعها لأجزاء صغيرة وننقعها في لتر من الماء المغلي نتركه يبرد ويتجانس لمدة ساعة بعدها نصف الخليط ونخففه للخمص الخمص يعني أن اللتر الذي استعملنا نضيف إليه أربعة لترات من الماء هذا إذا كنت تحتاج لهذه الكمية الكبيرة أما إذا كنت تحتاج فقط لكمية صغيرة فيمكنك النقص من المقادير المهم أن تخفف الخليط لـ 20% والرش يكون كل عشرة أيام هذا الخليط أصدقائي فعال أيضا ضد ضبور التفاح المنشاري لكن نستعمله بدون تخفيف الأشجار المثمرة بصفة عامة تصاب بالمن والشويلاء حلفاء لهذه الآفة لكن هذه المرة نغلي 300 جرام من الشيبة في 5 لترات من الماء لمدة 20 دقيقة نتركه يبرد ثم نخففه للتسوع يعني أن لتر واحد من المقوع نضيف إليه 8 لترات من الماء ونرش على كامل الشجرة كإجراء وقائي قبل الإصابة أو حتى عند الإصابة بالمن نعيد العملية بعد عشرة أيام حتى القضاء النهائي على المن ولعلاج ومكافحة دودة تمار التفاح ننقع نفس المقدار أي 300 جرام من الشويلاء سيقان وأوراق وأزهار لكن هذه المرة في 3 لتر ماء بارد وليس ساخن نترك المزيج لمدة 24 ساعة حتى يتجانس ونرشه دون تخفيف على أوراق الأشجار المثمرة بالنسبة لوصفات أخرى أصدقائي سبق أن تحدثنا عنها وهي خلاية الفلفل الحار والبصل والتوم وكذلك وصفات أخرى تعتمد على نبات القريس وخلطات طبيعية أخرى طبعا كلها مبيدات فطرية طبيعية لمحاربة الآفة التي تصيب نباتاتنا وهي جد فعالة ومجربة كل هذه الوصفات أصدقائي سبق أن تحدثنا عنها فأدعوكم لمشاهدة تلك الفيديوهات وستجدون روابطها أسفل هذا الفيديو أتمنى أصدقائي أن تكونوا راضين عن المحتوى الذي نقدم لكم في قناة بضرة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك ووضع زر إعجاب للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم دمتم بخير إلى اللقاء شكرا